فعلياً يريتك ما وديت سيارتك على الصيانة في الوكالة إيش السبب؟ أنا هديك الموضوع بكل اختصار قريبي سو حادث بسيط أحد صدبه من وراء وجاء نجم وقيم وكل الأمور تمام وبعد ما خلص الإجراءات ووجهوه للشركة عشان يسوي صيانة وصلاحات السيارة بعد ثماني أشهر يقولونه لسه القطع ما وصلت بالمناسبة ما هي وكالة صينية شركة كبيرة موجودة عندنا في السعودية وبعد ثماني أشهر اتصلوا عليه قالوا له تعال وصلت القطع أخيراً مبروك حط السيارة عندهم لمدة أسبوعين اتصل عليهم ايش صار في السيارة قال إلى الآن ما لمسناها ليش في قطع تأخرت المشكلة موهنة أسمع اتجع الورشة اللي هو في الوكالة عشان يشوف سيارته لقى ثلاث أشياء أول شيء السيارة مصدومة من وراء غير الصدمة اللي كانت فيها من الوكالة الشيء الثاني ضربة من الباب حجمها قد كذا الشيء الثالث والمصيبة الكبيرة السيارة ماشية 11 كيلو لم أكلم مدير الصيانة قالوا إحنا بس أخذناها لفة عشان نجرب 11 كيلو يا ظالم 11 كيلو فهنا قريب يسوا حركة وأنا أنصح كل الناس يساوها سلم سيارتك للوكالة صورها فيديو جوه وبره وصور العداد وكل شيء لأنه فيه ناس ما تخاف الله طيب إيش صار أنا هديكم الخبر طبعا انت في هذه الحالة متعطل ومعندك سيارة بديلة أكيد اشي تسوي ترفع شكوى ولترفع إيميلات واتصالات ما أحد يعبرك وهذا الكلام كله قبل عيد الحج وإلى اليوم إلا تصوير هذا الفيديو السيارة ما تصلحت وراح وسحب سيارته رجعها صح أنه جاء الاتصال من المدير واعتذر قال له ما عليش تمشينا لك السيارة مرة كثير 11 كيلو انت فين راح تقضي بالسيارة ما نفاهم وبالنسبة للضربة اللي في الباب تعرفش قال له قال له إحنا ما نغيرك الباب لا إحنا نسوي لك روتوش وممكن رشالك سيارة جديدة وكالة 23 وماركة قوية والسيارة غالية سيارة سعارة فوقت الوثمئة ألف وبالنسبة لوزارة التجارة ترفع الطلب بس إلى الآن لسه ما في أي أبديت إيش أبغى وصل من هذا الفيديو أول شيء مو كل الناس بروفيشنال في شغلهم إيش يعني يعني ما يخافوا على سيارتك زي ما أنت تخاف عليها ثاني شيء أكثر الناس بيقولوا أن الوكالات الصينية ما بيوفروا قطع وتعاملهم سيء وأنا قدامكم حالة حقيقية فهنا في فرصة كبيرة للسوق الصيني في السعودية أنه يتطور ويسوي خدمة ما بعد البيع إبداعية ليش؟ لأنه فيه تقصير جدا من الشركات الكبيرة اللي صرها زمان في السعودية وأتوقع ما هذا القصة الوحيدة أنتم ممكن تسمعوها عن الوكالات والمشاكل الوكالات أكيد كل واحد جاهز تشوف الفيديو هذا صر له مشكلة بسيطة مع الوكالة إن كان سوء استخدام للسيارة أو كان إهمال أو إن كان تسويف أو أي شيء عشان كذا حكومتنا كانت واضحة وصريحة مع كل المواطنين عندك مشكلة أشتكي لا تسكت عن حقك لأنه لو أنت سكت وغير السكت وبعد سكت الوضع حيصير سايب ونصيحة أخوية من أخوك محمد المالكي يسموني أبلوكا أشتري سيارة على حسب الوكيل أنت ممكن تعجبك سيارة مرة حلوة بس وكيلة سمعت وموتها مام ما بيوفر قطع خدمة أفتر سيل تعبانة لا تشتريها لأنه أنت في النهاية هترجع له لحين يجيك سؤال طب أنا كيف أعرف الوكيل التمام؟ بكل بساطة تجربة العميل أسأل أهلك أصدقائك أصحابك الناس اللي لعبوا معك كورة قولهم يا جماعة انت اشتارتك انت اشتارتك كيف تجربتك؟ في واحدة من البرندات اللي أنا أحبها مرة ماني قادر أشتري السيارة بسبب الوكيل لأنه أنا خايف لا سمح الله احتجت قطع هتطلع عيني لاتما تتوفر اللي يحس في الفيديو هذا الناس اللي شقت على نفسها ودفعت فلوسه في سيارة قيمته حتى لو خمسين ألف ريال بس إذا انت مكن عندك سيارة يمكن الفيديو هذا ما هي المس قلبك بس أنا هقول لك إنه في يوم من الأيام هتشتري سيارة واحدة يتعامل معك في هذه المعاملة فلازم تعرف كيف تتعامل بالطريقة الصح اختصار الفيديو هذا كله صور لأنه هو يحفظ حقك إن كان في الوكالة أو تستعجر سيارة أو أي شيء وخليه عندك ولا تنشر لأنه يعتبر تشهير حالك؟ شكرا